هلا حبيبي بيتمنى لكل يكون كتير منيح اليوم رح نتكلم او رح نشوف توقع عسبرج سرطان لها الشهر. بيتمنى لكل يكون كتير منيح. اللي مشترك في القناة يشترك يضغط على زر سبسكرايب او زر الاشتراك. يعمل جيم او اعجاب. او رح نشوف توقعاتك يعني طاقتك الحالية. مشاعر الحبيب. شو احوالك انت كمان. شو رح يصير? طاقات عمو طالر شمسي القمري. نخليها طاقتك. احوالك شو رح يصير? وقروة النصيحة. طاقتك اول شي. انت هلا يعني رغم كل شي يعني رغم انك بيتبين للعالم انك منيح. من جواتك كتير منيح. انك بخير. انك تحتفل انك عايش تمام. بس جواتك في حزن كبير. بداري بداري باصحابك. طلعاتك يعني كل شي يعني بداري انك حزين من جواتك. كمان يعني بت بتراقب شخص ما يعني على السوشيال ميديا بتراقب شخص ما. هاي طاقتك الحالية. شو يعني احوالك? شو رح يصير? نحن نشوف احنا كمان. اول شي انت تسلم انه حقيقة تظهر لك. هي ممكن شاكك ان شركك في علاقة تولتي. ممكن. هاي الخرق المرتبطين. بس لو طلعت معي طاقة المفصلة. اقول لكم طاقة هاي طاقة المفصلة. بس احشوف. انت بتستنى في حقيقة تظهر لك. رغم انك متأكد ان الشريك بيحبك. بس شاكك في شي معين. شاكك انه ممكن الشريك شريك الشريك اللي انت معه حالين بتشك يعني ممكن يعني بيتواصل مع شريك جديد او هيك يعني شي هيك. يعني عندك خوف انك تنكسر. يعني قلبك ينكسر. بس مش سني حقيقة تظهر لك. حقيقة انت مش سني يعني عايزة اني يعني حقيقة ما تظهر لك. بس رح بتشتغل على شي بتشتغل على شي في الصمت يعني ما قال الحدو عليه. ممكن انك بتشتغل هلا على شي. او الحبيب يشتغل على شي وتحسه انه بايد عليك. نشان هيك بتحسن حبيب بعيد عليك. ومن هيك يعني بتقول ممكن يعني الشريك بيغضرني يعني حسسته بايد وهيك يا ودوء يعني الشيء اللي بتدور. بس رح تجيك فرصة ما رح تجيك فرصة عمل يمكن. ممكن فرصة عمل. انت بتراقب الشخص ما بتراقبه يعني. شوف يعني هيك. والشريك بيرقبك بس هذي قرأتك انت لسا رح نشوف قرأت الشريك. يعني بص يعني عيونه بيشوف يعني بار يمضعه وكل شي بس. عيونه رايحة لا. لشخص ما. يعني بتجسس على شخص ما ممكن. انت علي. يمكن بتشكيك انه انه حبيبك عنده علاقة ثلاثية. ممكن. رح نشوف انك ما شوفت الشك. حبيبك عنده علاقة ثلاثية. ايه. يعني بتفكر وتفكيرك معلق ومشتت كتير. بتقول هذا الشخص هل. هل هو في علاقة ثلاثية يمكن. على الرجع للشخص من الماضي. يعني بتشوفه كأنه رجع للشخص من ايادة تفكيرك واحساسك يعني انت. لسا رح نفتح بالكارت بتاعتي الشريك. احنا اخد توضيح كمان. على القرد. تجو. 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 تس بس بيست. يعني. تستنى الشمس تطلع لك يعني. تستنى شمس تظهر لك. تظهر لك الحقيقة. انت بدك تعرف الحقيقة. وبس. تحس ان الحبيب بعيدة عليك كتير. بدك تعرف حقيقة ما. يعني. بتفكر كتير. بتشتنى الشيء اللي انت حال. يعني. يعني. زرعتها تحصدها. كأنك يعني. بتسارع. انت. بتصنى الشيء اللي يعني انت. يعني. يعني. بتصنى الشيء اللي زرعتها. بتحصدها هلا. بس يعني رح يجيك. من غير الشخص اللي انت معاه. رح يجيك عرض ما. رح يجيك. انه انسان يعني. مكتمل. يعني. مادين. وحلوة كتير. بس انت من ضدك يا. انت بس ضدك تعرف الحقيقة. لو عرفت الحقيقة رح ترتاح. يعني. هلأ تفكيرك فيه. انك تعرف الحقيقة وانك ترتاح. شوفك كمان زعلان يعني. 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 الكرت. بيزد. بيأكد لنا كمان. يعني. يعني. نفس الناس بتبين. طاقتك في الاول. بتبين انك فرحان وكل شيء. بعدين بيجي هاتق يعني. يعني. جواتك. ولما يجي الليل يعني. يعني. بتبكي. انت جوتك في حزن بس مداري. بس. عندك طاقة استشفاء. من الشيء. بتحاول تسيطر على مشاعرك. بدك الحقيقة يعني. بدك الحقيقة. ولما تعرف الحقيقة بدك ترعب. يعني. ممكن بتشوف ان الشريك. يعني. عقله. وانه بعيد. ممكن هالشريك ما بي يعني. يعني. ما بيخونك. ولا عنده علاقة التي هي ممكن. بس. انت بتشوف كأنه عنده علاقة التي وبدك تعرف الحقيقة. اي تمام بدك تعرف الحقيقة. بدك تسيطر على مشاعرك. بعدين لما تعرف الحقيقة بدك ترحل. ما بعرف ليش طلعت لهالطاقة بس. راح نشوف كمان هالحبيبي يعني. عنده علاقة التي او لا. بس راح اخد توضيح كمان. بس هناك تواصل يعني هناك تواصل. وتواصل الشيش في ترك الاشياء اللي بزرحتك. بس هناك تواصل يعني تواصل راح يكون. هناك تواصل راح يكون يعني فيه السراحة. يعني راح يقول لك السراحة. هلأ راح نروح لنصيحتك. نصيحتك يعني خد يعني كل الحيطة والحذر من اشخاص حولك. يعني بدها تسرق منك شي. يعني تسرق منك شي. ما راح يزعله ولا اي شي يعني يسرقه. وكمان يعني راح يشمده فيك. ض بالك من الناس. بدك تفرح يعني بدك تفرح من كل قلبك. وان شاء الله راح تطلع الشمس. راح تطلع الشمس وراح تشرق. وراح يكون كل شي راح تطلع الشمس وتشرق. وراح يوضح لك كل شي. يعني كل شي كل الحق اللي راح توضح لك. عندي هون. انك راح تترك الماضي ورا دهرك وراح تفل. وراح تمشي. همت علي? هاي هاي طاقتك هلأ نصيحة يعني نصيحة يعني كل شي بيوجعك اتركوه فل. ما تتمع ولا حكي. اختار اول شي لازم تختار راحتك انت راحتك النفسي. يعني لازم انت تكون مرتاح. هلأ حبيبي راح نروح للمشاعر الحبيب. نوايا. تقط الشريك الحالي. هلأ راح نروح تقط الشريكة. وراح نشوف اذا اذا هلأ هو يعني بفعلا عنده علاقة والتي راح نشوف حبيبي. راح نشوف زي الانسان يعني عنده علاقة او لا. راح نروح للشريك هلأ. يعني الشريك هلأ هلأ مش امامه مشاعره. هنا وياه وطاقة الشريك في الطاقة الحالية. حبيبي اللي موم الشرك يعمل الشراك. اصفى يعني عاوزة يعني مثل عن نفس الطاقة لازم يعني فرنة الورقة كتير منيح. هلأ طاقة الشريك حبيبي. مشاعر الحبيب او الشريك. نوايا. القراءة القراءتكم انتو كان جميع الطاقات كان برج الجوزاء وبرج التور. طاقة هيدا الشريك يعني ممكن يكون في الطاقة الحالية اللي عنده يعني صريح زيب عن اللزوم. يعني ممكن الصراحة تكون تجرحك بعض الاحيان. صريح كتير هذا الشخص يعني في طاقته الحالية. هو في طاقته الحالية بيحس كأنه هو كمان سرق من عنده شي. طاقته الحالية يعني كلامه مقاصي شوي. جاف يعني جاف تعامله. بيحس كالطاقته الحالية بيفكر كأنه انسرق منه شي. راح نشوف مشاعره. مشاعره حاليا. يعني بصراحة هذا الشخص مشاعره حاليا. بيشوف يعني قاعد ما عم يعمل له كمان شي. ممكن قاعد ما يستني فرصة. قاعد ما يستني شغل. قاعد ما يستني شي يعني شي يصير. قاعد ما يستني فرصة. ممكن اكتري فرصة يعني مستني فرصة مادية. فرصة تجي من العمل. ممكن بيغير عمله. منشان هيك يعني. ممكن هذا الشخص يعني يكون. منشغل في العمل. منشان هيك بتشوفوا انه. مو معاكم ما بتحسوه. هاخد كمان. بصراحة بشوفوا هو هذا الشخص.